السلام عليكم ورحمة الله رجعنا لكم فيديو جديد بعد انقطاع 10 أيام بهذا الفيديو رح يكون فيديو بسيط ولكن مهم تسمع أكثر من مرة معلومة تقول لك أنه ممكن تلتزم بالكيتو عشان توصل لأهدافك من ناحية خسارة الدهون واسترجاع الصحة ولكن لا تستمر في مدة طويلة بالكثير التزم في مدة 3 شهور بعد انتقل لأي نظام رح نعرف بهذا الفيديو إذا كان هذه المعلومة صحيحة أو لا فشوف الفيديو للنهاية عشان نعرف الموضوع بشكل كامل تسمع معلومات أكثر من مرة أنه يقول لك أنه نظام الكيتو دايت من الأفضل أنك ما تستمر فيه لأكثر من 3 شهور حاول أنك تلتزم بنظام الكيتو 3 شهور فقط بعدها أدخل النشويات وهذا لأنه على حد قولهم بأن نظام الكيتو رح يسبب بنقص ببعض الفيتامينات والمعادن اللي الجسم يحتاجها هذه المعلومة غير صحيحة أبدا فنظام الكيتو دايت الصحي والصحيح يحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن والمغذيات اللي يحتاجها الجسم بشكل أساسي أنا سويت فيديو بهذا الموضوع راح أحطه بصندوق الوصف ممكن تشوفها وتعرف كيف تغطي احتياجك من الفيتامينات والمعادن بنظام الكيتو دايت أو بأي نظام غذائي والسبب الثاني على حد اعتقادهم بأنه نظام الكيتو يمنعك من تناول النشويات اللي لازم نعرفه أنه بنظام الكيتو دايت يسمح لك بتناول النشويات الموجودة بالخضروات فالخضروات راح تغنيك عن الفواكه وأيضا الخضروات تحتوي على مضادات أكسدة والخضروات تحتوي على الألياف وعلى الفيتامينات والمعادن اللي يحتاجها الجسم فعند التزامك بنظام الكيتو دايت راح تاخذ الألياف من الخضروات وأيضا راح تاخذها من بعض الفواكه مخفضة النشويات أيضا راح تاخذ الألياف من المكسرات والبدور فهذه أنواع من الأغذية مسموحة بنظام الكيتو دايد غير أنها منجم للفيتامينات والمعادن أيضا راح تتناول القليل من الفواكه مخضلة السكريات مثل التوتيات والليمون أيضا راح يقول لك أن النشويات هي مصدر للطاقة ومع الكيتو ما راح تأخذ الطاقة من النشويات اللي لازم نعرفه أن هناك مصادر أخرى غير النشويات لإنتاج الطاقة ممكن تأخذها من السكرية والنشويات وأيضا ممكن الجسم يستخرج الطاقة من الدهون سواء الدهون الموجودة بالغذاء أو الدهون المخزنة داخل الجسم فمنظام الكيتو دايت أنت ما راح تنحرم أبدا من الطاقة الجسم راح ينتج الكيتونات والأحماض الدهنية من الدهون سواء الدهون الموجودة بالغذاء أو الدهون المخزنة داخل الجسم وهذا الهدف المطلوب أن نتخلص من الدهون المخزنة وتحريرها واستخدامها كطاقة فنظام الكيتو دايت فوائدها جدا عظيمة بالذات دمجها مع نظام الصيام القطع لأن النظامين يكملوا من بعض ويستخدموا نفس الطاقة التي هي الكيتونات فنظام الكيتو دايت سيكون صيانة للجسم وأيضا وقاية من الأمراض المزمنة الارتفاع المزمن لهرمون الإنسلين والارتفاع المزمن لمستويات السكر هذا الارتفاع بمستوى السكر والإنسلين رح يسبب بأمراض كثيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وأيضا الإصابة بالسكري ومقاومة الإنسلين أيضا اعتلال الدهون بالجسم وزيادة العرضة بالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية طب لنفرض أنك التزمت بنظام الكيتو دايت مع الصيام تقطع ووصلت لأهدافك من ناحية خسارة الدهون أو استرجاع الصحة وتخلصت من مشكلة مقاومة الإنسلين إيش اللي راح تسويه؟ ممكن تلتزم بنظام الكيتو دايت إذا كان مناسب لك وحسيت الراحة والصحة فيها ولكن ترفع من النشويات الصافية حتى 50 قرام في اليوم ورح تتناول نشويات مسموحة بنظام الكيتو دايت مثلا أنك راح تزيد استهلاكك من تراول المكسرات والبدور والفواكه مخضرة السكريات مثل التوتيات والفراولة وحاول تكون مجموعة هذه النشويات 50 قرام في اليوم فبكذا راح تستفيد من فوائد نظام الكيتو دايت مع الصيام تقطع وأيضا راح تحافظ على وزنك وتمنع من نزول الوزن أو ممكن ببساطة أن تلتزم بنظام اللوكارب نظام اللوكارب من الأنظمة الصحية ومن الأنظمة اللي ممكن تساعدك بالمحافظة على الوزن عن طريق إدخال نشويات طبيعية صحية مثل الشوفان والكينوى والفواكه بكميات محسوبة لا تتعدى 100 قرام في اليوم ولا تقل عن 50 قرام في اليوم وحاول أن تستخدم نظام الكيتو والصيام كأداة تستخدمهم وقت الحاجة لإدخال الجسم بطور إعادة التصليح ويعطيكم الفعافية